خلينا نطلع برضو من فاروق نروح للمغرب بقى نروح لزميلنا كريم أحمد يا رب بس ما يبقى لابس الجوانتي عشانه بس ما ينا النهاردة بيقوله جو كانتلك كريم اخبارك ايه كابتن يا كابتن اسلام الشاطر مرحب بيك طبعا مرحب بالكابتن أسامة حسني استمر الطاقس الساية يا كابتن أسامة طبعا كابتن اسلام طاقس الحقيقة النهاردة كان مختلف بشكل كبير وممكن باين طبعا في الهيلاتس المتواجدة طبعا من خلال شاشة القناة النادي الأهلي يعني زي ما بنقول بتشوف كل الفصول الحقيقة في هذا التوقيت في المغرب لكن أجواء كروية ممتازة لكن هو الأمطار الحقيقة هي اللي ممكن بتسبب صعوبة شوية وعلى أثارها يمكن زي مزميلي فاروق ممكن ذكر النهاردة يمكن أقدر أقولك مثل كولر يعني ضغط التدريب بشكل كبير جدا مداش المساحة الكبيرة لأنه كان فيه صعوبة لاستكمال التدريب في هطول الأمطار الكبير جدا اللي كان على ملعب سنية الرمل يعني لمدة 25 دقيقة كابتن اسلامة كابتن أسامة أمطار كانت مطلحة في شكل كبير فالحرص الكبير والخوف والتحذيرات الطبية كالعدم رئيس الجهاز الطبي لدكتور أحمد أبعاب لأنه يكون فيه تفضيل أن كل العيبة النادي الأهلي تستكمل باقي الفقرات البدنية أيضا كمان في الجيم وده الحقيقة يمكن الآن بيه الجهاز الفني على أن يكون بقى تدريب الغد بمشيئة الله للتدريب الأخير والرئيسي على ملعب أيضا كمان سنية الرمل يكون تدريب وجرعة تدريبية قوية استفيد بها النادي الأهلي وتنتهي بقى ساعتها الاستعادة الفنية وتبقى توفيه ربنا سبحانه وتعالى بمشيئة الله يوم الأربع بإذن الله إن شاء الله يقدر النادي الأهلي أن يتخطى هذه المبرارة للاحسابات عديدة جدا فنية الميستر كولر ويمكن ده اللي واضحة كابتن إسلام وكابتن أسامة من خلال التحضيرات تحضيرات الخيط الخاصة الفنية تحضيرات أيضا كمان الفيديو الهاي لايز نهارده قبل التدريب قصص الجهاز الفني بعض الفقرات عشان العيبة تتفرج عليها تتفرج على إزاي البلد أب بيبدأ من أوكلان سيتي اللي بيضغطه إزاي هال التلت الأمامي كل الأمور دي الحقيقة يمكن كولر والجهاز الفني بركز فيها بشكل كبير مع لعابة النادي الأهلي وفيه استعاب أكبر الحقيقة من لعابة النادي الأهلي في هذا الأمر كل لعاب بركز في مكانه المتطلبات الأمور كولر أيضا كمان مقسم الجيم بشكل كبير على حسب طبعا أنت عارف يا كابتن إسلامة كابتن أسامة هما بلعبه طريقة 4-3-3 لكن ممكن يكون في متغيرات في كأس العالم ممكن يكونوا بلعبوا في الدوري بهذا الشك لكن ممكن يكون عندهم بعض المتغيرات فالحقيقة يمكن مستر كولر عمل سينيرويات عديدة جدا ويا رب إن شاء الله يقوم موفق في مباراة الأربعاء بمشيئة الله ممكن أنت ذكرت يا كابتن أسامة لتدريب غدا هيكون 12 ظهرا بالتأكيد هيكون في نفس الموعد تدريب اليوم هو تدريب الغد بمشيئة الله لكن هنرجع على فندوق الإقامة ويبدأ الفريق يتحرك من جديد 3.5 بتوقيت المغرب إلى طنجة يمكن الرحلة استغرقت ساعة ونص ما وصلنا هنا إلى طنجة ممكن كمان تستغرق أكتر من كده لأنه زي ما قلت لك الموكب كبير جدا والتأمين أكبر فما بيقاش فيه سرعة طبعا على الطرق فبتستغرق وقت أكبر شوية عنه نصل بمشيئة الله النادي الآلي إلى طنجة ومنها للاجتماع الفني للأمور التنظيمية والترتيبية وكل التعليمات الخاصة المعتادة طبعا بيه الاجتماع الفني اللي بيكون قبل كل المباراة وتحديدا في كأس العالم ليه الأندية نقطة مهمة جدا حابب أتكلم عليها مع كابتل الإسلام ومع كابتل الإسلام الحقيقة وهو اجتماع الكابتل محمود الخطيب بمع العبي قال للنادي الآلي قبل التوجه لتدريب اليوم مرضو ده كان كبير جدا رسالتها كانت مهمة جدا للعابة للنادي الآلي كانت باينة الحقيقة فيه للتدريب النهاردة رغم قلة عدد طبعا الدقائق فيها للتدريب لكن التحفيز كان مهم جدا كابتل الخطيب كالعادة جمهور النادي الآلي مستنيكم ابزلوا كل اللي عليكم توفيق ربنا يكون معاكم انتوا جايين محققين ثلاث مدليات فرحين جمهور النادي الآلي بشكل كبير جمهور النادي الآلي عنده أمل كبير جدا إن احنا نوصل بشكل بعيد فيها ديها البطولة فيمكن بيكون رسالة بسيطة لكن مردودها يا رب يكون لعيبة النادي الآلي مستوعبة بشكل كبير جدا ويكون موفعناه ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله في مباراة الأربع أعتقد هناك غلق كامل لكل الأحداث اللي بتحصل لأنه يعني احنا شايفين الكابتن بنفسه الحقيقة يعني أنا لسه حتى كنت بقول لي أسامة يعني كابتن قطيب واقف بيشوف الناس دخله ازاي وبتتحرك ازاي ومين اللي شايف ومين اللي بيبصه ومين اللي بيكلمه يعني من الواضح أن هناك غلق كامل على الفريق خلال هذه الفترة بالتأكيد كابتن اسلام من أول لحظة الحقيقة في تعليمات مهمة جدا للجهاز الفني واللعبين من طبعا كابتن محمود الخطير وبجل الصدارة للنادي الآلي لفرض مزيد من التركيز التركيز موجود بالتأكيد لكن لابد يكون فيه تركيز أكبر لأن احنا عندنا حلم كبير جدا زي ما بنقول مش بعيد نحنا نوصل لمرحلة بعيدة جدا يا رب ان شاء الله بإذن الله فكان لابد يكون فيه تعليمات لكود يكون فيه إصرار كبير جدا على تنفيذ هذه التعليمات الكل ما بتكلمش على المباراة الكل ما بتكلمش على فرحة الجمهور المباراة الافتتاحية عشان كده بقولها كابتن اسلام يعني عندنا ثقة بمشيطة يا ربنا صحانه وتعالى على العبل النادي الآلي فيها دي المباراة تسعين دقيقة يعني الكل لابد أن هو يبزل كل الجهد فيها دي المباراة ويتبقى توفير ربنا صحانه وتعالى كريم أنا شايفين لاتوا حتى تتكلم عنها صور للتدريب وفيه أمطار غزيرة جدا في ملعب التدريب هل برضو الأمطار موجودة في مدينة طانجة اللي هتكون فيها المباراة ولا هناك في البلد التانية اللي هيتسافروا لها بساعة ونص يعني مفيش أمطار فيها عندك معلومة ولا لا؟ بالتأكيد طبعا يا كابتن اسلامة سألنا على هذا الأمر هل ممكن يكون الجو أهدى شوية بالنسبة طبعا نحن موجودين في جبل يعني انت عارف طبعا تطوام بعيدة عن طانجة بساعة ونصف الجبل مرتفع فالأمطار بيكون يعني صعبة جدا لكن ممكن ناس طومنتنا شوية قالت ان ممكن الأمطار تهدى بشكل كبير الشمس بيكون طالع الحقيقة في الصباح لكن انت عارف طوقيت المباراة مختالة بشكل كبير جدا تمانية مساء يعني حضرناه هنا الأمر بيكون صعب شوية كمان الرياح بيكون قوية جدا فده ممكن يعني يسبب بعض الأمور لكن ملعب ابن بطوطة طبعا يعني ملعب طبعا مغلق كل الأمور دي لكن احنا بنتمنى ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيألنا الظروف والمناخ يكون طيب جدا في يوم الأربعة فيه الثامنة مساء ويمكن نقطة كمان سريعة ممكن احنا عارفين ان لقيت نادي الأهلي تتضرب جدا على ملعب طبعا الملعب قل التدريب لكن خلال ممكن استعلمنا وسألنا ليه لنادي الأهلي ما تضربش أو أوكلان سيدي ما تضربش على الملعب طبعا ملعب المطوطة التجهيزات الحقيقة اللي ممكن كانوا بيقوموا بها أرضية الملعب تحديدا وليس المدرجات خدت منهم وقت كبير فيمكن ده اللي ممكن عطل شوية والفيفا خلاص كانت خادة كنفرم ان خلاص الامر يكون منتهي بعد مباراة أوكلان سيدي بعد المباراة التحية يقدر اي فريق يتضرب على الملعب المباراة قبل طبعا ملعب المباراة قبل مباراته التالية فاندقطة مهمة جدا حتى لعبة النادي الأهلي تقدر ان هي تشوف هذا الملعب كل الامور دي اكيد تحسم في الاجتماع الفني لكن بمشيئة الله ان شاء الله كل الامور طيبة جدا كابتن اسلام يتبقى الغد وبعد الغد ان شاء الله بإذن لكم فرحة لكل جمهور النادي الأهلي كريم بعد انتهاء التدريب أو بعد نهاية التدريب أو اضطرار كولر لانهاء التدريب هل اللعبة كملت في الجيم لما رجعه ايه اللي حصل الشرح لنا برده يعني هادر اقولها كابتن اسلام فيه جيم هو ملحق بيه الملعب يعني متواجد طبعا فيه الملعب فيمكن الفقرة البدنية كلها كان كل اللعيبة خلاص بعد هطول الامطار كان صعوبة بلغة ان انت تقدر تنفذ اي جمل تيكتيكية او اي شوتنج او اي سبرينتات وحرص كمان من نزلات البرد لان البرد قارس جدا فيمكن الفقرة البدنية كلها استكملت مدة 25 او 30 دقيقة كلها كانت تمرين البدنية في الجيم الملحق بيه ملعب سنية الرمل يعني هو مش مجهز بشكل كبير جدا لكن ساعد لعيدة النادي الاهل ان هي تقضي للتدريب لان كان خلاص الامر بالنسبة ان انت تقدر كرات سابتة شوتنج روسات كانت تبقى فيها صعوبة جدا لان الكرة بالهوى بتتحرك بشكل كبير فبتأثر على لعيب النادي الاهلي لكن اقدر اقول ان هي الجرعة النهاردة ما كانتش كاملة لكن على امل بمشيئة الله غدا تكون جرعة تدريبية قوية فيها حماس فيها جدية تدي رسالة للجميع لان بكرة يكون كل وسائل الاعلام متواجدة لتصوير فقرة المسموح منها ل 15 دقيقة الاولى لفريق النادي الاهلي فيارب يكون الانطباع يوصل لكل جمهور النادي الاهلي من لعيبة النادي الاهلي مركزة بشكل كبير ويوم الاربع بمشيئة الله ان شاء الله يكون فرحة لكل جمهور النادي الاهلي فيها القاهرة بمشيئة الله الحضور الجماهيري مهم طمنا على الحضور الجماهير يا كريم منتظرين الحقيقة كابتن نوسام على الحضور الجماهيري ومؤذرة الحقيقة جمهور النادي الاهلي بالتحديد زي ما قلنا يمكن الجانب المغربي واهتمامه الكبير جدا بالنادي الاهلي ووجوده هيساعد بشكل كبير جدا لنجاح البطولة ونجاح المباراة الافتتاحية لكن لعيبة النادي الاهلي عايزة تبص في المدرجات تلاقي عدد من جمهور النادي الاهلي الانشيد والاغاني والهتفات المعتادة مهما كان قلة العدد احنا طبعا طمعا طمعاين الجمهور النادي اللي يكون بكسافة فيها المباراة الافتتاحية وفي كل المباراة لكن مرضوطها بيكون كبير جدا عالم النادي الاهلي بيرفع في المدرج النادي على العادة النادي الاهلي كل الامور دي بتساعد فريق النادي الاهلي الحقيقة على تجديد الرغبة والثقة الكبيرة ويبزل كل الجهد ان شاء الله فمنتظرين جمهورنا العظيم السند الداعم الكبير جدا لجمهور النادي الاهلي في كل المحافلة كابتن نوسام أخيرا أنا كريم يعني أنا شايف أو الغالب هيحصل أنه الصحافة والإعلام في المغرب يهتم طبعا بالوداد المغربي ولكن عايزين نعرف برضو ماذا اهتمام الصحافة بهذا الأمر أو الإعلام المغربي بشكل عام بكاس العالم الأندية وبالنادي الأهلي تحديدا يعني طبعا في كل وسائل العالم الحقيقة مهتمة بشكل كبير جدا الكل بينقل الأخبار الكل بيتابع الحقيقة كمان أخبار للنادي الأهلي وبشكل عام كاس العالم في كل الفرقة المشاركة معادل وصول معادلهم لكن النادي الأهلي له طبع خاص الحقيقة في تناول الأخبار هنا بقيمة النادي الأهلي وبالأحاديث طبعا المعتادة طبعا عن كل الجانب المغربي اللي بيحاول أنه يوصل للمعلومة لكن تعرف في غالب كتام هنا في معسكر فريقا للنادي الأهلي كل المعلومات الحقيقة بتكون معلومات عادية جدا للجميع لكن فيه اهتمام كبير جدا الناس بتقول كمان ان المباراة افتتاحية امام اوكلان سيتي النادي الالي بتاريخه الكبير جدا يقدر يتخطى كان من مغربه طبعا هولي بيأكد هذا الامر يقدر يتخطى النادي الالي اوكلان سيتي عنده بيطلع كل مباراة الافتتاحية بيغادر بيتغلب في كل المباراة الاولى لكن ده مش من قياس لعيب النادي الالي زي ما بقول له كابتن اسلام فصلة فصلة تام عندها تركيز ما بتركيز ما ببصش في اي اخبار وبتسمعش اي اخبار وده الحقيقة اللي مطمئنا بشكل كبير جدا ان التركيز فقط لغير فيه المباراة اي امور بتكتب اي اخبار ايضا الجنب الاخر طبعا يعني كان من 24 ساعة جوردون واتسون ده كان المتحدث الرسمي ليه اوكلان سيتي قال النادي الاهلي مباراة صعبة جدا في البداية احنا هنقابل بطل القرن هنقابل نادي القرن هنقابل واحد من اعظم الاندية في افريقيا فيمكن الرسالة احنا معتدين عليها انه ممكن تكون الرسالة دي بتطمن شوية لكن الحالة اللي احنا شايفينها في عنده لقامة حالة التركيز وحالة الصمت التام والتركيز فقط فيها المباراة هي اللي مخلينا عندنا سيقة كبيرة جدا في العائبة النادي الاهلي ان هي فصلة فصلة تام والدور الاجبر الحقيقة يرجع ليه الكابتن محمود الخطيبة ليس مجلس صدارة النادي الاهلي ورئيس البعثة اللي فارد الحقيقة امور عديدة جدا يا رب ان شاء الله تكلل بكل النجاح يوم الاربعة بمشيئة الله كابتن اسلام بنشكرك شكرا جزيلا يا كريم ومتقلق كالعادة وبرضو بكرر شكري لطاقم العمل في حناة النادي الاهلي المتواجدين هناك في المغرب اللي حطين كل جماهير النادي الاهلي في قلب الحدث والتفاصيل دايما اول باول بنشكر كريم احمد مرسلنا هناك